لن أبدأ الحرب بل سأنهيها ربما تكون يعني كلمة أنهيها فضفاضة للغاية ربما تكون يعني طريقة الإنهاء مؤذية للعراق باعتقادك هل سيستطيع ستستطيع الحكومة العراقية أن تفعل شيء فيما يخص الفصائل في حال عودة ترامب إلى البيت الأبيض يعني أولا على الفصائل التي تعتبر نفسها عراقية ولديها غطاء سياسي وكما نشهد من خلال الأحزاب والقوى السياسية المتنفذة والفاعلة في العملية السياسية في العراق يجب أن تفكر مليا في التعامل في المرحلة القادمة وكما قلت يجب أن تترك الأمور للحكومة الاتحادية هي تتصرف أي تصرف خارج الحكومة يمكن أن يؤدي إلى عواقب لا يحمد عقبا مثلا أن تقوم الولايات المتحدة كما قامت بالسابق بالتصرف من خلال قوتها ومن خلال تواجدها العسكري ومن خلال أجهتها الاستخبارية بالقيام بأعمال عسكرية تحرش أيضا الحكومة الاتحادية على الفصائل كما قلت دراسة الوضع الجديد إيران التي هي مثلا في رأس الرمح في المقابل لإسرائيل أو الولايات المتحدة في المنطقة بدأت سريعا باستعداداتها بانتخاب رئيس إصلاحي للتعامل مع المرحلة المقبلة في المنطقة وهي كانت ذكية وتدرك جيدا أن احتماليات عودة الجمهوريين والترامب احتماليات قوية لذا أنا أدعو المجموعات المسلحة كانت أو الأطراف السياسية إلى التعامل بمنطلق الدولة بمنطلق المصلحة الوطنية العراقية من أجل أن لا يتورط العراق بأمور نحن في خناعها في هذه المرحلة كما قلت وأكرر أن الحل الوحيد هو تفويض الحكومة الاتحادية والمؤسسات الرسمية بالتعامل في هذه الأمور ولا مجال لكي تترك الحكومة أو الفاعل السياسيين في العراق المجال أن تتصرف الميليشيات من عندها أو الفصائل من عندها وأن تأتخذ مصدر المقرر الوحيد والحاسم للعراق وأن تصادر قرار الحكومة الاتحادية التي هي حكومة الكل لذا فالحكومة الاتحادية أمام مرحلة صعبة عجزت في المراحل السابقة للأسف لكن الآن الوضع تغير وأن هناك في البيت الأبيض شخص يمكن أن يكون تفاهم معه أصعب مما كان عليه في السابق شكرا للمشاهدة